وزارة العمل تضيق علينا في أرزاقنا من خلال القوانين والأنظمة التي وضعتها وتحديدا بما يتعلق باستخدام العمالة الوافدة هم أضافه أحد المزارعين الذين نفدوا اتصاما أمام وزارة العمل لجملة من الهموم التي يعاني منها القطاع موضوع التصريح الحرة هاي راح تفرغ المزارع من العمالة الوافدة قانون أنا ما بعرف كيف هاي أمور مالية وطول عمرنا بنعرف أنه المالية تحتاج لقرار مجلس وزراء كيف خلال شهر من 1500 دينار بينزل لألف بينزل لسبعمية كل مطلبنا فتح الاستقدام للمزارعين حسب حاجتهم قانون واضح وللأسس للأسس اللي يتم عليها الاستقدام لقدام لحتى نعرف احنا راجعنا وزير العمل قلنا له احنا عمالة تنتهي في 2012 عدد كبير عمالة عند كل المزارعين شو الحل هذا فيهم عمالة احنا بدنا يسفرهم حتى احنا مع الضبط حتى العامل احنا من ناحية امنين خفع البات هاي او تسفرهم او تجبرهم يشتغلوا عنا او تنطير محلهم قال انا لا انطيك محلهم ولا سفرهم ولا عندي اجراء حل معك ويضيف مزارع اخر المزارع اصبح يعاني من تحكم العمالة الوافدة والمزاجية بالعمل وارتفاع الاجور فلا بديل مكان العمالة المصرية التي اشتهرت بعملها في مجال الزراعة كما ان التصريح الحر سمح للعمالة بالتنقل من عمل الى اخر دون حسيب او رقيب الحلول انا هي باخواننا المزارعين ان ننقف الزراعة سنة ونشوف اذا وزير العمل او رئيس الوزراء او حكومة المملكة الاردنية العشرية بس يجيب لهم بندورة سلعة البندورة لحالة تستوردها من بره التصرفات اللي قاعد يصرف فيها وزير العمل تصرفات انسان بدو يهجر المزارع الاردني من ارضه ومن وطنه عمي يوقف الاستقدام من اربع خمس سنين في عمال بالسوق للان الوزير كافأهم وعطاهم تسريح حر من 1500 كمان نزلهم يا 700 دينار هذا الان كمان 700 راح يطل علي انا ساعته بدينارين هسه راح يصير بدينارين ونص وهذا الحكي بكلف اعباء كبيرة على المزارع بس على العامل من هناك بيجيبني بيكلفنيش الحكيان بكلفني ساعة دينار 90 كرش 80 كرش مطالب المزارعين تتلخص باعطائهم حاجتهم من العمالة الوافدة وتخفيض الرسوم ووضع قوانين ثابتة تسير عليها الوزارة مع ضمان استمراره مع تغير الوزراء اسامة بليبلي الحقيقة الدولية